هل يجوز صيام بعد النصف من شعبان مع أني دائما متعودة أصوم الاثنين والخميس لا إحنا في الحديث عند الإسادة الشافعية إذا انتصف الشهر فلا تصوم بمعنى إذا انتصف شهر شعبان هذا أخذ به إسادة الشافعية لكن بعض العلماء قالوا يا عمي هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف وعليه يجوز الصيام بعد النصف من شعبان خاصة لمن كان له عادة إنسان معتد وهذا ما نفتي به إن شاء الله إذا كنت معتادا على الصيام فلا بس أنت صوم بعد النصف من شعبان أما أنه أنت ما كنت تصوم قبل النصف وقبل شهر شعبان وجاي تخصص الآن النصف الثاني من شعبان بالصيام لا وكذلك الشخصام يتنى لو أن الإنسان مثلا صادف يوم صيام ويوم اثنين وكان يوم الثلاثين من شعبان فهذا كذلك ترتفع الكرهة أما تخصيصه هنا يكون مكروح ترجمة نانسي قنقر